أزمة المياه في العراق تجاوزت حدود الزراعة وباتت تهدد مياه الشرب أحد الأسباب الرئيسة إلى جانب التغير المناخي هو إنشاء إيران الكثير من السدود على روافد نهر ديجلة حيث انخفض منسوب المياه فيه بشكل كبير الأمر الذي أثر سلبا على مختلف قطاعات الحياة في العراق عدة سدود تم إنشاءها خلال الفترة السابقة تحويل للأنهر خصوصا نهر ديالة إلى أحواض أخرى هذا سبب مشاكل خلال السنتين الماضية خصوصا ونحن نعاني من سنوات شحيحة ثلاث أدت إلى انخفاض الخزين المائي لهذا كان من المفترض أن تكون جارة إيران مساعدة للظرف الذي يمر به العراق فاقم أزمة المياه في العراق الإهمال الحكومي لقطاع الزراعة واحتياجاته ما أدى لنزوح الألاف من الأسر نحو المدن الخطة الزراعية لا يلبي طموح الفلاحين ونتمنى أن يكون هناك اهتمام من قبل الحكومة بتوفير الآلات الحديثة للري باعتبار أنها تقلل من هدر المياه وتعطينا مساحات أوسع للزراعة اليوم الأراضي القريبة من الأنهر أكيد هي المستهدفة بشكل مباشر أما الأراضي البعيدة هي مشكلة حقيقية بالنسبة للفلاحين وبدأت حتى يهاجروا من أراضيهم باتجاه المدينة ويرى الفلاحون أن قطعة دول المنبع المياهة عن العراق أدى لتدهور الزراعة والثروة الحيوانية فيه محمدين الحكومات المتعاقبة المسئولية الأكبر عما آلت إليه الأمور إيران سادة الماء تركيا سادة الماء وظهر للفلاح هنا يفتر والله فلاح يزرع يجيب لي نسبة زرع لا كيمياوي لا شيء لا استيراد وكلها يوم نجيب الفلاح الفلاح ولا ينتهي نهار الفلاح حسن نهارت والحيوانية نهارت كل الفلاح نهارت زي المحافظات هاي 60% الفلاح بالعراق 60% نسبة 60% بالعراق لا عروات في كلها شحة المياه وسبفها الدولة وتقول السلطات في بغداد إن طهران ترفض التفاوض معها بشأن الحصص المائية فيما يربط العراقيون الأزمة المائية التي يعيشونها باستشراء الفساد وخضوع الحكومات للأجندات الإقليمية